في الوقت اللي أنا شرحت فيه لحضراتكم إيه الإنجازات اللي المصريين عملوها على مدار السنتين اللي فاتوا بس في إقليم واحد وهو إقليم القناة دوري برضو إن أنا أقولك أنا بتحارب إزاي؟ أو أنت بتتحارب إزاي؟ أو مصر بتتحارب إزاي؟ في الفقرة دي أنا هشرح لك أمر تم ضبطه بالمستندات يعني حتى المستندات اللي تم ضبطها بخط إيد جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيماتها داخل مصر إحنا هنعرضها على حضراتكم النهاردة الإخوان عملوا تنظيم اسمه الأرض المحروقة هو التنظيم سموه كده تنظيم في إزاي تخلق حالة من البلبلة داخل المجتمع المصري مستخدمين في طريق التنظيم هيكلي داخل القرى وداخل المدن وداخل أماكن الإدارية ومستخدمين فيه كمان إزاي تبث روح سلبية يعني بقى عندك غش أو تقول الناس دي بتضحك علينا أو أن انت تقول لا المجهود اللي بيعملوا رئيس دولة دا غلط أو بتقول دول بيخدعوا الناس طب هو لما يبث الروح دي فيقتلك معنويا متقدرش تشتغل الصبح فيستفيد هو من وراء كلام دا كله اليوم السابع عرض وكشف التنظيم دا في موقعه وبين لنا بالمستندات اللي حصلنا على نسخة منها إزاي الإكوان سموه تنظيم الأرض المحروق يعني إيه القصة وإيه الفكرة وهم كانوا بيهدفوا دا اللي هشوفوا مع حضراتكم دلوقتي زميلنا في اليوم السابع عملوا ملاف الحقيقة محترم جدا وإحنا هنكمل عليهم ونقولكم إزاي فكر الإخوان بورق تم ضبطه مع عناصر إخوانية يعني هضرب لحضرتك مثال وزميلة عرضوها على الشاشة لما تشوف ورقة بالخط دا مكتوب فيها هام جدا توجيهات لأعضاء الجماعة الشرائح والأسر والشعب بص الورقة دي اللي كاتبها والشعب الورقة دي اللي كاتبها دلوقتي شايفني واللي بيحركوا شايفني وعارف كويس جدا إن أجهزة الأمن زبطته وزبطت خطه هو مكتوب في الورقة دي يعني أنا مش بعرض لحضرتك حاجة إحنا اللي عاملينها أنا بعرض لك ما تم ضبطه لدى عناصر إخوانية بخط إيديهم بخط إيديهم ورقة مكتوب فيها هام جدا توجيهات لأعضاء الجماعة والشرائح والأسر والشعب ده التنظيم الهيكلي لجماعة الإخوان المسلمين عاملين مخطط تحت شعار الأرض المحروقة هدفه التحرك الإعلامي والشعبي لتأكيد تأزم الوضع في مصر يعني فيه أزمة دايما في مصر عايزين نشيع إن فيه كرسة في البلد دايما حسس المواطن إن الدنيا مش ماشية مظبوط هنشط من خلاله ده الإخوان بيقولوا في الورق اللي تم ضبطه اللي هعرضه على حضراتكم بنفس الكيفية اللي كتبوا بيها بنفس الخط اللي كتبوا بيه بيقول أنا هعمل تنشيط للخلايا الإلكترونية والحوارات المباشرة مع المواطنين في الشوارع عشان أبين عايزة خليهم يطلعوا للناس يبينوا إن هم متضيقين من الحال فيجيلوا بقى إيه روح سلبية عامة في المجتمع وهأكد دايما ده هي بقى التكلفات اللي بتيجي من قيادات للكوادر والشعب والتنظيم الهيكي للإخوان التكسيف على حملات الانتقاد والسخرية والأخبار السلبية لإرباك الدولة وأجهزتها شغل النظام السياسي بمعارك فرعية من خلال قنوات الجماعة قنوات الإعلامية والمواد والتقارير المدفوعة في الصحف وفي منصات التواصل الاجتماعي استهداف قواعد واسعة من الشباب والمراهقين عشان يعملوا نوع من البلبلة داخل المجتمع ربط الحراق والرسائل الإعلامية على تنوعها ونوافذ توجيهها بخطاب استعادة روح ثورة يعني اعمل ثورة اعمل حركة فيها أي تحرك شعب تكليف عمليات نقل رسائل للحجد يعني إيه حجد؟ يعني نزلوا الناس هيجوا الناس في الشوارع خلوا الناس تقولوا نحنا مش راضيين خلوا الناس تشعر بعدم الثقة في الحكومة وفي أجهزة الدولة توسيع مدى تعرض الجمهور للضيق يعني بيّن دايماً إحساس إن الجمهور متدايق تصميم وإنتاج ملسقات صغيرة يعني حاجات كده تتنزق على الحطان توجه فيها رسائل تحطها على المصالح الحكومية وعلى المساجد وعلى المدارس وعلى المراكز الطبية الكتابة على الأبواب في كل مكان في الأماكن العامة طباعة منشورات وطباعة كتب صغيرة تكتب وتترك على السيارات أو في وسائل المواصلات العامة تنظيم وقفات سريعة على الطرق والمحاور المرورية وفي القرى وفي أطراف المدن وتجنب إظهار هوية الأشخاص عشان بقى الأمن ما يتبعوش إنت توقف لمدة خمس دقايق تحط كم شعار يطلقتوا من هنا يطلقوا على الجزيرة من ناحية التانية عشان إنت إيه بسرعة تفض الوقفة دي خلال خمس دقايق وتبقى بتبايت قال إيه مصر فيها حراك في الشارع انتقاء عناصر وتدربها وإعدادها وفقا للمهام المكلف بها يعني أجيب شاب فقير أقول له والله أنا هديك خمسمائة جنيه هديك ألف جنيه في اليوم بس تعمل الحاجات اللي أنا هقولك عليها تقديم أطأم وإعدادها فنية للتصوير وأخد بالك إزاي يعني أنا عايز أقولك التكليف يعني هو بيجيب العنصر البشري شاب بيمر بديك شاب حاله المالي مش قد كده ويخسل دماغه بقى عشان يطبق الحاجات اللي هو بيقول عليها وهيقوم بعمل عدد كبير جدا من المطبوعات ومن النشرات عشان يبث الروح السلبية اللي موجودة دايما شوفوا بقى التكليفات بيقولوا إيه انتقاد الرئيس وانتقاد شخص الرئيس ده من ضمن التكليفات عشان انت تشك بقى وتقول إيه لا ده البلد مش ماشى مظبوط طبعا الكلام ده كله ينصف بالعمل يعني هنا لو اتكلم مش هنصدق ولا هنا لو اتكلم مش هنصدق احنا هنا أنا بتصدق العمل بتصدق اللي بنشوفه على أرض الواقع وهو بيقول له أنا بكلفك انك دايما ركز على انتقاد الرئيس دايما بث روح انك مش واثق اللي بيعملو ده كد فده يكون هو الجدل الدائر دايما المخطط ده كان فيه 47 ألف عضو تم رصدهم لتنفيذ هذا السيناريو وكانوا بيندرجون ضمن 6145 أسرة فيها 1350 شعبة ضمن 223 منطقة بيقوم عليها 25 مكتب إداري اللي أنا بقوله لك ده الإخوان اللي سمعيني دلوقتي عارفين انه واقع لأن الورق اللي أنا بعرضه لحضرتك على الشاشة بخط ايديهم الورق اللي هم كتبينه بخط ايديهم هم عارفين مين اللي كاتب الورق ده وعارفين انه كان بيخطط له عشان ينفزوا بهذا الشكل مقترح ده زي ما بقولك دي دي الأوراق اللي تم ضبطها وبنقرأ لحضراتكم ايه اللي تم ضبطه داخل هذه الأوراق تكليفات معطاة من الجماعة ل 47 ألف عضو تم استهدافهم لتنفيذ هذا السيناريو ودي التأسيمة الإدارية اللي هم بيقوموا بيها بيلحق بالأعداد دي 11 ألف عنصر باللجانة الإلكترونية يعني ايه يعني الناس اللي قاعد على مواقع التواصل الاجتماعي بتستهدف الشباب الصغير 11 ألف عنصر ممكن يكونوا في الداخل وممكن يكونوا في الخارج وهم بيعملوا تنصيق هرمي وبيحاولوا يعملوا من 6 إلى 145 نقيب بيسموه كده يديروا الأسر ده التسلسل التدريجي للهرم الإداري لجماعة الإخوان وبيتلاقوا التكلفات الحركية والمضامين المطلوب نقلها للدوائر المتعاطفين والمحبين والعمل على نشرها في المحيط الاجتماعي لكل أسرة إخوانية الكلام ده يمكن أنه هو يستخدم فيه كل مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت تم رصد 30 مليون جنيه شهريا ميزانية الليجان الإعلامية أنا الوقت مش هقدر أنزل على الأرض تواجد فيه قبضة أمنية شديدة جدا وما عنديش وسيلة تانية غير وسائل التواصل الاجتماعي والمواد الفيلمية البسيطة فعشان كده محتاج 30 مليون جنيه شهريا تم رصدهم عشان نحط ميزانية لإنتاج هذه المواد فرض 5% من الدخل على الأعضاء العاملين في الأسر والشعب بإجمالي 372 ألف عضو في 25 مكتب إداري 10% على نقاباء الأسر ومسؤولي الشعب والمناطق والمكاتب الإدارية والمكتب العام بإجمالي 11600 مسؤول وتوجه فوائد تلك الأموال لتعزيز خطة العمل الإعلامي حط ده بقى على جنب تقديم إعانات لأسر المسجنين والإخوان المقيمين في الخارج ودعم بعض الموالين من الطيارات والقوة السياسية الأخرى خلي بالك من الجملة دي كويس قوي يعني أنت يساري مثلا وأكره ما عند الإخوان هما اليسار مش مهم مش فارق للمبادئ دلوقتي حضرتك عايز دعم بس هتدخل في الهيصة معانا الدعم موجود عايز دعم مادية هديك دعم مادية عايز دعم معناوي دعم تقني كله موجود حتى لو كنت لا تؤمن بأفكاري وأنا أكفر بأفكارك مش مهم لكن طالما أنك تمثل نقطة في المجتمع السياسي أنا مستعد أن أنا أدعمك استعادت خطوط الاتصال مع مسؤولي التنصيق بالأحزاب والقوة السياسية الذين ارتبطوا بالكواد للجماعة من 2011-2013 عافية كده كان فيه ناس ما تفهملوش هو إيه يعني هو مش إخوان بس ده ما يكون كده إيه هواهم على هوا بعض فهو قال له طيب ما الروح دي كانت موجودة قبل 2011 ما نسترجعها تاني أجيبه واحد كده يعني متدايق من الوضع القائم عنده مشكلة معينة وجره لي وحاول أن أنا أعيد تجنيده مرة تانية فتح قنوات اتصال جديدة وتعززها في أوساط الحلقات الوسيطة ووجوه الأنشطة الاحتجاجية البارزة خلال 25 يناير وما تلاها إطلاق مبادرات دورية للإستفاف والتقريب بين الرؤى السياسية يعني كل اللي عايز يعارض يجي من خلال المنصة دي طبعا في معارضة موضوعية ومحترمة وأرجو أن احنا نفرق بين هذه الأمور تمامة اللي عنده اعتراض على مشروع اللي عنده اعتراض على سياسة اللي عنده انتقاد لحرية الرأي اللي عنده ده ده راجل محترم ده راجل لا غبار عليه ويجب أن يحترم كما الأغلبية تحترم كابا أكلمك على الشخص اللي عايز يهدم دولة مش شخص اللي بيمتقد للصالح العام وحتى اللي بيمتقد للصالح العام وهو ليس على وفاق مع النظام الحالي هو حر حتى الناس اللي طلعت في التعديلات الدستورية وقالت لا هو حر الناس اللي وقفت في البرلمان وقالت لا لرئيس الجمهورية الحالي هو حر أنا بكلمك على اللي عايز يخرب بلد بكلمك اللي عايز يعمل حالة فوضى جوه بلد اللي خليها تبوز على المعارضة وعى الأغلبية بياخدوا 30 مليون جنيه في الشهر عشان ينفزوا التخطيطات الكلام اللي أنا بأعرضه على حضرتك على الشاشة أنا عندي منه في إيدي أصول المستندات صور من أصول المستندات تم ضبطها بالفعل بخط أديهم وموجود فيها لغة الإخوان اللي هم ما يفهموها واللي سمعينها كويس جدا دلوقتي وعارفين إن اللي بنقوله ده حقيقة فتح قنوات اتصال جديدة وتعزيزها في أوساط الحلقات الوسيطة شو بقى إعادة تنشيط وسطاء الجماعة من الإعلاميين والسياسيين والشخصيات العامة طبعا هو كاتب كود فبيقولك بقى أمثال المستشار أنا مش عايز أقول حروف أنتوا أكيد عارفين الأسماء دي إيه والسياسي فلان والإعلامي كذا والسفير كذا والمستشار كذا والمحامي كذا والكاتب كذا الناس دي مش كات كويسة معنا يا جماعة زمان طب ما تيجوا نجيبهم تاني ونشوف طراباتهم إيه دلوقتي يعي شوف إيه المطلوب المهم إن إحنا نبقى في مكان واحد عشان نوصل للغرض بتاعنا الغرض إيجاد مساحة التقاء بين خطاب الجماعة وخطابات جماعات الاحتجاج السياسي أي حد محتاج سياسي تعال أقرب مني أنا كمان عندي خطاب احتجاج سياسي ممكن نحدث حالة الفوضى إحنا الاتنين مع بعض نغلب الجماعة اللي موجودين دي نوقع البلد نيجي إحنا ركبين البلد ومش نازلين تاني ده بعينهم يعني وتنشيط هياك الأحزاب العدل والأصالة والبناء والتنمية والوسط ومصر القوية والعمل الأحزاب دي كانت أحزاب موجودة بعد 2011 وهي بمرجعيات مختلفة هو بيقول له والله يا زكاة الأحزاب دي دلوقتي يعني ملاش أي نشاط بس فين الكوادر بتاعتها ما تروح تدور عليهم وتشوف اللي قاعد ولا اللي راح ما بقى له الشغلة دلوقتي ما تجيبه وتشوف بقى الثلاثين من اليوم موجودة كل شهر فأنا هرعيك عشان ترجع تشتغل معاية تاني دعم أنشطة عناصر الجماعة والموالين لها داخل المؤسسات الحزبية يعني بقى فيه عنصر كده أنت مش فاهم له راس من رجل ولا توجه لا هاتوا ده بقى كده بالراحة عشان هدعموا داخل المؤسسة الحزبية بتاعته وهنوظفهم في الاتصال السياسي مع أحزاب المعارضة الرئيسية الممثلة في البرلمان إلى جانب مجموعات اليسار الإخوان هيتحدوا مع اليسار شفتوش خيبة أكتر من كده وكل ده بتمويل عشان أعمل حال ارتباك من الارتباك داخل المجتمع عايز أجيب اشتراكين ثوريين عايز أجيب ستة إبريل عايز أجيب عدد من الأحزاب القريبة من خطاب الرفض خلي بالك من الجملة دي هو مش مؤمن بالأحزاب دي ولا مؤمن بالحركات دي ولا فارق له المبادئ بتاعتهم هو أهم حاجة يكون عنده حالة من الرفض يمكن الجملة دي لخصت حاجات كتيرة أي حد بيرفض الوضع القائم في مصر دلوقتي هو معاه المهم إن احنا نجتمع كلنا عشان نزيد من حالة الرفض الرئيس بيشتغل غلط الحكومة بتشتغل غلط الشعب مكوي مفيش أي حاجة بيتحاكوا عليكم حاطيني الناس عشان تجذب عليه كل ده كلام فارغ هو عايز يوصله بأي شكل من الأشكال ومع أي جهة يتحد مع أي شخص حتى من يختلف معه في المبادئ يمكن ودي نقطة مهمة جدا الإخوان معروفين لكن الخطر الحقيقي الخطر الحقيقي في من يتعاون مع الإخوان ودي نقطة أرجو أن حضراتكم تخلوا بالكم منها كويس جدا اللي بيتعاون ده مش بالضرورة يكون إخواني ده ممكن يكون شخص شايف الإخوان مصدر أنه هو يخلق فوضى هو كمان ممكن يكون شخص هدفه مالي بحت هدفه أنه يتحصل من الإخوان ومن الدعم اللي بيجي له من برة على فلوس يومية ممكن يكون تقني واحد بيعمل مخرج بيعمل فيديوهات ممكن يكون كاتب بيكتب شعارات ممكن يكون واحد من اللي بيقلفه بعض العبارات فهو هياخد 500 جنيه ألف جنيه في اليوم أنا مالي بقى ما تخرب ولا تروح في داية أنا ليه الألف جنيه اللي أنا باخدها وده شبهنا ده موجود في الشوارع يصعب على أي جهاز أمني أنه يرصده يعني موضوع ما هو السهل يعني مصين كلهم شبه بعض وإنت مش عارف وبيعمل إيه وأمام التكنولوجيا اللي موجودة دلوقتي ما تقدرش بسهولة أن أنت تضبط هذه المعلومات مخطط الأرض المحروقة كان اليوم السابع كان عرضوا بالتفصيل زي ما حضراتكم شايفين زملائنا كتبوا سيناريو الإخوان لاختراق الساحة السياسية وصائق الجماعة المصربة تكشف تفاصيل التحرقات الأخيرة لشحن الشارع والسيطرة على القوى السياسية بمعاونة عشر أحزاب وسبع شخصيات عامة سبعة واربعين ألف عنصر من ستة لاف أسرة بخمسة وعشرين محافظة يستعدون لتنفيذ ورقة استعادة زمام المبادرة بتمويلات شهرية من ثلاثمائة وتمانين ألف عض بالجماعة الإرهابية رسائل لعودة نحن ستفاكرين عودة محمد مرسي وبرلمان الإخوان للشارع وحملة ملصقات تبقى موجودة في كل الشوارع تحت شعار إحداث الثورة أنك تعمل نوع من أنواع الهياج كويس إن إحنا فيقين للكلام ده زي ما بنشرح البنى والعمل بشرح لك الوضع الداخلي أمنك الداخلي إزاي يستقر إحنا مش موجودين عشان نمجد في أشخاص إحنا نحافظ على دولة نحافظ على دولة قوامها 100 مليون مصري ليها حرب داخلية متمثلة في حرب على إرهاب داخلي وحرب على فقر وحرب على جهد وحرب على مرض وحرب على تأخر وليها أيضا حرب خارجية ومش هنروح بعيد أنت بتتحارب من كل حتة أنت بتتحارب في البحر المتوسط خارجية المصرية أطلعت بيان لستنبارح بتقول أنه مش ممكن هنسمح أن تركيا تتغول داخل البحر المتوسط وأنا بقول لك كده أنا مش بقول لك كده وأنا ضعيف أنا بقول لك كده وتقييم القوات البحرية المصرية وفقا لقواعد التقييم العالمية هي أكبر قوة بحرية في المنطق مش أنا اللي بقول كده اللي بيقول كده الناس اللي متخصصة مراكس البحث العالمية في مراكز القوة العسكرية مصر تمتلك أكبر قوة بحرية موجودة في أفريقيا وفي المنطقة وبالتالي لما أوجه تحذير لتركيا فأنا بوجه تحذير في محله ده شمالا غربا ليبيا ليبيا أصبح قولا وطاعت مصر أن تقنع المجتمع الدولي أن الجيش الليبي الموحد وأن قيادة الجيش الليبي الموحد هي القيادة الوحيدة القادرة على مكافحة الإرهاب داخل ليبيا كلها مكافحة كل عناصر التدخل في ليبيا مكافحة السفن اللي بتنزل بمعدات عسكرية على البحر المتوسط في ليبيا واستطاعت أنها تنسف حاجة اسمها حكومة السراج الدليل على كده بعد عودة الرئيس سيسي من واشنطن جاء لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية أن يهاتف الرئيس ترامب المشير حفتر وأنا بقول لحضراتكم يعني أن هذا الأمر لم يكن بهذا الشكل لو لا جهود مصر والإمارات والسعودية وجود المصري والتوجه المصري في الساحة الإقليمية لم يأتي من فراغ أيضا بل أتى بعد أن أصبح لديك قوة عسكرية عصرية متمكنة النهاردة كان هناك في اجتماع للقوة الليبية في مصر والحقيقة ما تستغربش لو لقيت الفصائل الفلسطينية موجودة في القاهرة القوة الليبية موجودة في القاهرة كل هذه الأمور لا تغيب أبداً عن بالك لأن محيط الإقليمي والدولي هو جزء من أمنك ونت قاعد في بيتك دلوقتي بتتفرج علينا نروح جنوباً جنوباً بعد ما حصل موضوع السودان مصر فوراً يعني قدمت كل الدعم للشعب السوداني والاختيارات الشعب السوداني وكان هناك تحالفاً مصرياً سودانياً إماراتياً سعودياً لدعم تحركات الشارع السوداني ده الوضع اللي حضرتك عايش فيه داخلياً وعربياً وإخليمياً دايماً فكر في حال بلدك وشوف أنت فين وبتعمل إيه أوعى تفتكر أن دورك وإنت قاعد قدام التلفزيون دلوقتي قليل كل دول الرئيس والبرلمان ورئيس الحكومة ووزير الدفاع ورؤساء الأجهزة والإعلام ما فيش حد من دول أهم من المواطن نفسه ما فيش حد من دول لازم يكون قلبه على البلد قد أنت ما يكون قلبك على البلد هنحاول بقدر المستطاع أننا كل يوم نقدم لك شيء نوصل بيه الحقيقة اللي عشانها كلنا بنشتغل عشان نخلي البلد دي بلد بمعنى الكلمة وشعبها يستمتع بكل الخير اللي اتحرم منه على مدار سنين طويل قوي